اهلنا في الجولان السوري المحتل ينددون بالعدوان الاسرائيلي الغادر ويؤكدون ان العدوى الاسرائيلي المرتبطة بتنظيم القاعدة ومرتزقة الناتو قام بهذا العدوان بعد سحق الجيش العربي السوري لمرتزقته على ارض الوطن ندد ابناء الجولان العربي السوري المحتل بالعدوان الاسرائيلي على سوريا الذي اظهر للعالم اجمع مدى طورت الكيان الصهيوني بالحرب على سوريا وما العصابات المسلحة إلا عبارة عن مرتزقة لهذا الكيان الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دمشق ليس إلا دعما للإرهابيين المتواجدين في سوريا والذين يخدمون المشروع الصهيوني وما التفجير إلا رفعا لمعنوياتهم التي دمرها الجيش العربي السوري بانتصاراته الأخيرة في كافة محافظات السورية كنا عارفين من زمان من بداية هذه المؤامرة على وطننا إنه هذا العدو الصهيوني هو وراها ومن تبع ومن لف لفيفه لكن على ما يبدو إنه فشلوا في المرتزقة الموجودين في وطننا وبلشوا يقوموا بالرد المباشر وبالعمل المباشر وما انتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الوطن والهزائم المتلاحقة للإصابات الإرهابية ليست إلا السبب الرئيسي بجعل الكيان الصهيوني بالتدخل لرفع معنويات مرتزقته ويظهر ذلك واضحا من التناغم الواضح بين أمريكا والإصابات المسلحة والكيان الصهيوني الذين بدأوا جميعا بالتصعيد معا على كافة جبهات من إرسال للسلاح وتفجيرات وآخرها الأدوان على دمشق وذلك يؤكد فشلهم في تحقيق أي نصر وأن سوريا منتصرة بحربها على أعدائها هاي استمرار عمل إسرائيلي دائم عمل زعرني استبداد تتملل الاستعمار العالمي لكسر إرادة الشعوب عم تجربوا يكسروا إرادة الشعوب في سوريا وفي تحالفهم مع الرجعية العربية والحركات الأصولية ودعمهم إلها وهي بس دعم للحركات الأصولية الموجودة في سوريا وهنا بنشوف تحالف القطر السعودي الإسرائيلي معا ضد إرادات الشعوب العربية هذا دليل واضح على أن إسرائيل هي تدعم الأرهاب وتدعم القاعدة وتدعم جبهة النصر الجيش السوري حسم المعركة وسيحسم المعركة ولهذا إسرائيل قامت بهذه الضربة على سوريا مهما فجروا وقتلوا ودمروا فقاسيون لن ينحني وصامد بصمود شعبه وجيشه وقيادته ومنتصر على أعدائه أطى فرحات التلفزيون العربي السوري الجولان المحتال